شكلت تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 نقطة تحول مهمة في تاريخ العرب ليبدأ معه انعقاد أولى القمم العربية أول قمة عربية انعقدت في مايو عام 1946 بالإسكندرية وعرفت بقمة أنشاص وكانت قمة طارئة بدعوة من الملك فاروق الأول لمناصرة القضية الفلسطينية عقدت قمة بيروت الطارئة في نوفمبر عام 1956 ببيروت إثر العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة وشارك فيها تسع رؤساء عرب قمة القاهرة الطارئة عقدت في سبتمبر عام 1970 بصورة استثنائية على إثر الاشتباكات المسلحة في الأردن بين المنظمات الفلسطينية مع الحكومة الأردنية التي عرفت بأحداث أيلول الأسود عقدت قمة الجزائر في نوفمبر عام 1973 بدعوة من سوريا ومصر بعد حرب أكتوبر 1973 وشاهدت القمة انضمام مروتانيا لإلى الجامعة العربية في أكتوبر 1974 عقدت القمة العربية الثامنة في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة كل الدول العربية إلى جانب الصومال الذي شارك للمرة الأولى عقدت قمة الدار البيضاء الطارئة في أغسطس عام 1985 بناء على دعوة من الحسن الثاني ملك المملكة المغربية وبحثت القمة القضية الفلسطينية وتدهور الأوضاع في لبنان والإرهاب الدولي قمة عمان الطارئة عقدت في نوفمبر عام 1987 بمشاركة عشرين دولة عربية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتم فيها الإعلان على التضامن العربي مع الكويت والسعودية والعراق إذا التهديدات والاستفزازات الإيرانية عقدت قمة الدار البيضاء الطارئة في مايو من عام 1989 بحضور مصر التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية على إثر العدوان العراقي على الأراضي الكويتية عقدت قمة القاهرة الطارئة في أوسطس عام 1990 وكان أبرز قراراتها إدانة العدوان العراقي على الكويت ومطالبة العراق بسحب قواته وتقرى إرسال قوة عربية مشتركة إلى الخليج العربي عقدت قمة شرم الشيخ في مارس 2003 واعتمدت موقفا موحدا برفضها شن هجوم أمريكي على بغداد بحضور 11 زعيما عربيا و11 ممثلا من الحكومات الباقية قمة تونس عقدت في مايو 2004 وأكد القادة العرب فيها تمسكهم بالإصلاح باعتمادهم وثيقة الإصلاح ووثيقة العهد والوفاق التي قدمتها السعودية وإعلان تونس والاتفاق على إدخال تعديلات على ميثاق الجامعة العربية للمرة الأولى عقدت قمة الدوحة في مارس 2013 وتمت خلالها الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وإنشاء صندوق دعم القدس عقدت قمة نواكشوت تحت شعار قمة الأمل في يوليو عام 2016 وتم إقرار دمج القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية مع القمة العربية العادية لتكون مرة كل أربع سنوات قمة تونس عقدت في مارس عام 2019 وتم الإعلان في بيانها الختامي عن رفض القرار الأمريكي الأخير حول سيادة إسرائيل على الجولان ومطالبين بإنهاء مبدأ الأرض مقابل السلام كما رفضت التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية قمة الجزائر عقدت في نوفمبر عام 2022 كان يفترض تنظيمها في مارس عام 2020 وتأجلت بسبب جائحة كوفيد-19 وكان أبرز ملفاتها القضية الفلسطينية وأزمات سوريا واليمن وليبيا والعراق والسودان إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على الدول العربية موسيقى